أسألك على موضوع أيضا الصورة الروسية نتحدث الآن عن حضوظ بوتين هناك أيضا من اتحدث سيد باكلانوف عن أن صورة روسيا في العالم جرحت أو أن ما يعرف رمزيا عالميا بالدب الروسي لم يصبح دبا روسيا متكامل الحركة وإنما أصبح أعرجا أو يعرج قليلا بعد هذه الحرب الأوكرانية لأنه لم يستطع الانتصار فيها سريعا ما رأيك في صورة روسيا عالميا؟ هل ما تزال القوة الثانية عالميا؟ هل ما تزال صورة قوية؟ أم أنها يعني مشوهة قليلا بسبب الحرب الأوكرانية؟ بالطبع ما جرى في الثمانينات كان الخسارة الأقصى لشعبيات وصورة بلدنا كبلد أو كقوة عظمى ولكن في العقود الأخيرة ولا سيما في السنوات الأخيرة بدأ الزخم يزداد لناحية قوة روسيا والآن نحن نحصل ونكسب الخبرة العسكرية قبل سنتين على الحلبة الدولية لم يكن هناك أي جيش جاهز لخوض أولى حروب هذا القرن ولا جيش لا الروسي ولا سوى ولكن في ظرف سنتين من خلال خبراتنا التي ركمناها في روسيا وفي هذه العمليات العسكرية المؤقتة في أوكرانيا لدينا اليوم أفضل الجيوش في العالم ولا شك ولعلك تعلم بأننا اليوم ننتج الأسلحة على مدار الساعة على مدار اليوم على مدار 24 ساعة خلافا لما كان عليه الحال في السنين السابقة وبالتأكيد كل هذه العمليات مكنتنا من أن نغدو أقوى وأقوى ولعلك تعلم أيضا منذ بضعة أسابيع الوكالات العالمية والدولية صنفتنا في المرتبة الخامسة كأقوى الاقتصادات العالمية قبل ذلك كنا في المرتبتين الحادي عشر والثالثة عشر في العام السابق كانت ألمانيا تحتل المرتبة الخامسة ولكن هذه السنة ورغم ما يدعى بالعقوبات حققنا نحو ثلاثة ونصف بالمئة على مستوى النمو وهذا ليس سيئا نحن بدأنا نستعد تعافينا الاقتصادي وبدأنا باستعادة المكانة التي كانت لنا كقوة عسكرية عظمى ترجمة نانسي قنقر